سوف نذهب على السريع على القرر توج من أفضل خمس حراس بالعالم ربيع الكاخة أدي أهميته للمنتخب؟ أكيد يعني نرى أنه دائما فيه شيء بالفتصال يكون مميز كان لعب أو مدرّب أو بطولة مثل الصداقة الثالث ولبنان مثلا مرتين بطل عرب ثاني بالعرب وبأسيا عطول عرب ونهائي يعني كل هؤلاء يشوفون القائمين هذه اللعبة وربيع من أكيد الجولارجية المميزة شوف نائخ شيء بطولة أسيا الأندية مع الصداقة كان مميز ليس هناك إختاروه من أفضل حراس وربيع أنا بنظر إذا بركز على الفتصال تعرف ربيع كمان بلعب فوتبول والجولار الثاني أو حرس مرمى الثاني لمنتخب لبنان لبنان مظبوط فإذا بركز على لعب أكيد بيعطيه أكثر بس أنا بشوفه أكثر بالفتصال وما ننسى أنه ربيع كمان يروح مع المنتخب يعني ربيع من أقدم اللعيبة يقولوا 7 سنين كمان 8 سنين بالمنتخب ولا مرة كان عنده قولار يمرنوا فوتسال يعني فهذا كمان أكيد إنجاز لربيع لأنه ما عنده مدرب غليك كل الفرق بتعرف عندهم دربين قولارجية خاصة لإلون صحيح يعني أكيد إنجاز ويريت تلع على الأول بس بستهال يمكن إطالة الحارسة طيب خلينا نحكي على السريع على المواهب الصغيرة بمنتخب لبنان في عنا لا ما في شك في أكيد علي 2 يلي هو ملقب السيسي يلي برس بشكل مميز بالبطولة هوني خاصة هو فيه بالفوتسال اللعبة اسمه البيفوت يلي هو المهاجم فسيسي كان من الأشخاص يلي قدر يفهم يفهم التركيب يلي بدوا إياها المدرب وجسمه يساعده وكمان سيسي جاي جديد كنت انا اكيد بلعب بالنادي عندي بعضه منحير بين الفوتبول والفوتسال بس هلا اكيد بس ركز أكثر صار عرر وعندك حسن زيتون كمان جديد واكيد ما ننسى لعب تمول الصداقة مصطفى سنحال وحسن بجو كمان كانوا مميزين وهم من الأشخاص الصغار كمان خين نشوف أداء أهمية المستقبل الفوتسال بلبنان خصوصا للمنتخب تركزوا شي على المواهب الصغيرة نحكي بأعمار تحت الـ 18 سنة لحتى نشوف مستقبل حلو للمنتخب كان هناك دراسة في الاتحاد ونعمل بطولة للأشبال ولكن تعرف أن الرزنامة مزروكة بطولة أرسيا والتي يتركزوا ولكن من بعد نتأهل ونعمل الرزنامة جديدة لبطولة الأشبال وخاصة إذا عملت نتيجة أنت مرتبط بالنتيج حيث لعبة تلعبها في لبنان الباسكت أداء أخذت سوكساما بعد أن الحكمة فعلت هذه الإنجازات في أسيا والعرب وكبرت اللعبة وعلى رجعت قليل إذا كفوتسال قدرنا تهلنا على كيس العالم يمكن أن تصل إلى الفوتسال لا يوجد شيء بعيد لأننا في أسيا بين السامية أو 8 فريق يوجد مرار 60 أو 50 لا يوجد شيء بعيد إذا نركز صغيرة ومعنويات 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 أكيد الفوتسال يريد أن نرى في كيس العالم حتى حتى بحديث جانبي مع كوتش باكو أروخو فجأني وقال أنه في عنا أمل إذا عملنا مضبوط نقدر نربح على المنتخب الياباني والمنتخب الإيراني يعني يمكن علل سقف شوى بس كان شوى أكيد المدرب دائما يعني يعني يعطي معنويات ويشتغل على الأساس وإن شاء الله ما أنه مستحيل يعني ما في شي مستحيل يعني أنت بس تلعب ضد هال المنتخبات وتكون أنت قريب منها ما في شي مستحيل مثل أنا بعطيك مثال 2010 لعبنا بأسباكستان بطولة كان أسباكستان عمل معسكرات وجاي بمدرب برازيلي كان يدرب المنتخب اليابان وضجة وقصص ونحنا أول ماتش مبارة معهم ونزلنا أحدد سفر في اغلاط قن دفاعية ثاني شوت ونزلنا ونعبنا عليه اول ماتش مبارة ونحن تنشوت ما حسب الحكم ثم تحضل أن أرض الجمهور وعامل الجمهور وامل ومسط حصل وغلط إنهم يتفاجئون في السماء تجربون في السماء إذا كانوا يضعون في السماء إنهم يجبون يجبون أن يجبون إثنان مع فريق أوزبكسيني وهو رابع في أسيا أو ثالث في أسيا فلا يوجد أن يكون شخص كبيرا فلا يوجد أن يكون هناك أخيرا فقط أهم شيء التحديد يكون مزبوط واللعب يلتزمون نعم وأكيد إن شاء الله نعم إن شاء الله خير لا يمكننا بها لا نذكر أستاذ سيمون دوية وهو عبد الرجل علي وعليا ورئيس لجنة الفوتسال وعليا عن جاد يصحر وابدو ديت على اللعبة وكل ما نطلب يأمن سوف نعود للمواهب الصغيرة في الصيفية كنا نغير من المنطخب للمواهب الصغيرة كنا نعمل فوتسال كامب في مدرسة أنتونية في غزير وكوتش دوري كان موجود لحتى يدعمنا ويعطي تمرينات للشباب دعونا نرى صور عن الفوتسال سامير كامب 2011 الذي كان يعمل في مدرسة أنتونية كوتش دوري تتذكر؟ كيف كان الكامب اليوم؟ أكيد جميل في أكيد لعبين كانوا مميزين والحرامة يتابعوه وأنا بطلب من كل مدرسة أو كل جامعة لا يكون لديها ملعب فوتسال اندور مع البركاء أو كل شيء لكي يتطوروا إذا لم يكن لديهم ملاعب حرامة يمكن أن يكون لديهم سقف أو برجة معينة لكن المدارس على طول حرام اللعيب الصغير لا يكون لديهم ملعب هناك أبطال أكيد من وسائلهم تحية يعني إذا منتخب الأول أو مفتخر بفوتسالة أو حياة لمنتخب ما بيوصل إذا ما عنده نشئين نعم يعني هلا بس نوصل على النادي طيب أقول لك أصور بلا كيف اشتغلت أجيب ثلاث أربعة لعيبة من الصغار من الصغار رح نحكي بالأسم الأخير من الحلقة يعني هون هيك بإخر الكامب كنا نوزع جويز لحتى نشجع الأبطال ونشوفهم أكتر فيتين باللعب إذا ما شجعنا ما رح نشوف اللعيبة صغار بال طيب خلينا ننتقل حتى نشوف نرجع على بطولة الجامعات أكيد الـ UFL Roundup تختص ببطولة الجامعات بما أنه اليوم كوتش دوري معنا منستفيد لنحكي عن المنتخب اللبناني وعن بطولة لبناني خلينا نشوف ريزادس طبع الأسبوع السابع المرحلة الأخيرة من مرحلة الزهاب كانت عم تنلعب فيها ثلاث مباريات ومبارات مؤجلة USG عم تربح ثلاثة اتنين على الإيزاك مبارات كلوز جيم كانت بالدقاية الأخيرة قدر الـ USG تقدم الأنتونية والـ AUB بلوس مبارات مؤجلة الـ AU بيروت عم يخسر قدام البالاماند 7-9 والمبارات اللي عم نحكي عنا اليوم AUB وهايكازيون مبارات ما بدو قول مفاجئة بس يعني لازم نحكي عنا 4-2 فوز كتير كبير للـ AUB على الهايكازيون سكتجول قوي نتيج قويه كوتش نحنا رح نتوقف دقيق مع الإعلان من بعد الإعلان رح ننتقل لنحضر مقتطفات من مبارات الـ AUB والهايكازيون ونحكي عنهم دقيق ونرجع معكم هذا البرنامج برعاية كلاس بور